السلام عليكم أهلاً بكم أعزائي الطلاب في موقع منهاج التعليم معكم مدرس المادة محمد عبدالباغي مدرس لها إنجليزي طبعاً وصلنا في هذا الكتاب إلى الصفحة 16 لدينا هنا تمرين number two ask for permission طبعاً طلب الإزم إذا أردت مثلاً إذا كنت موجود ضيف عند أحداً ما أو دخلت إلى غرفة الإدارة مثلاً عن المدير تقول له مثلاً يمكنني أن أجلس على الكرسي may I sit here ممكن أن أجلس هنا مثلاً may I turn on the light may I turn off the light هل أستطيع أن أصغل الضوء هل أستطيع أن أطفئه may I close the window هل بإمكاني أن أغلق النافذة وهكذا لنرى number two walk in peers اعمل بشكل ثنائي peers ثنائي answer the questions أجعب عن الأسئلة use استخدم yes you may نعم you may يمكنك of course الطبع or sorry not right now أو آسف ليس الآن not right now سنتناول الصورة number one الصورة رقم واحد لاحظوا هنا لدينا شخصين في هذه الصورة يقول له هذا may I turn on the light بإمكاني أن أشغل الضوء بإمكاني أن أشغل المصباح ماذا يقول له هنا لاحظوا هنا إماءات طبعا إشارة اليد يقول له okay يعني بإمكانك إذن ماذا يقول له yes you may of course نعم يمكنك الطبع إذن نجيب على هذا السؤال yes yes you may yes 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 you may yes of course نعم بإمكانك بالطبع نأتي إلى الصورة number two نعم بإمكانك نأتي إلى الصورة number two بإمكاني أن أجلس هنا لاحظوا هنا هذه إشارة يدها إلى الكرسي إذن تقول لها ففضلي إذن بإمكاني الجلوس هنا طبعاً يعني مثل استخدام can مثل can I sit here أستطيع أن أجلس هنا طبعاً فيه فرق بين الإمكاني والاستطاعة may هنا أخت can يعني أخت can بالmodels لدينا أفعال models أفعال عن أفعال مساعدة في عنا may, can, could, shall, should إلى آخر هنا may سؤال عن الإمكاني may I sit here الإمكاني أن أجلس هنا yes yes you may of course طبعاً أو بالطبع number three ننتقل إلى الصورة number three ثلاثة may I close the door may I close the door أيمكنني أن أغلق الباب لاحظوا معي هذا الطفل يقول إلى هذا يقوله بإمكاني أغلاق الباب لاحظوا يشير له بيده هكذا طبعاً الإشارة إشارة منع يعني لا يريده أن يغلق الباب إذن يقول له sorry as if not right now sorry not right now ليس الآن لاحظوا ما يخترنا هذه العبارة sorry not right now ليس الآن yes the next picture may I take the ruler أيمكنني أن أخذ المصطرة لاحظوا ماذا يقول له هنا طبعاً يرفع يده هكذا يقول له stop يعني لا يمكنك sorry not right now بجوز يعني عنده شغل فيها إذن sorry not right now number five خمسة may I answer the questions may I answer the questions أيمكنني أن أجيب على السؤال لاحظوا يرفع إذنه إذن يريد أن يجيب على السؤال تقول له هذه المسز تفضل هكذا تفضل ونعرف هذه الإشارة شوفوا يدها كيف نتجها لو أنها هكذا رفعت يديها إلى الأعلى تقول له لا يمكنك إذن تقول له يمكنك yes you may yes you may yes you may of course نعم يمكنك بالطبع وأنتم وأنتم عزائي الطلاب عزيزات الطالبات تقومون بسؤال بعضكم البعض مثل هكذا أسئلة may I turn on the light هل بإمكاني مثلا بغرفة الصف تقول لصديقتك may I turn on the light تقول لك أما yes أو no تقولوا yes you may of course or no أو no sorry not right now ليس الآن may I sit here ممكن أن أجلس هنا may I close the door may I close the window may I clean the board أن نظف السبورة may I take your ruler may I answer the questions بإمكاني أن أجيب عن السؤال وأنتم تفهمون بالإجابة أما سلبا أو إجابة انتهينا من هذه الصفحة page 16 we can move to the next page إلى الصفحة 17 share the objects يعني تشاركوا الأشياء لاحظوا معي هنا لدينا تمرين one and two لدينا هنا rulers مساطر سنتقاسمها بين شخصين هنا المساطر بيننا جيم جيم وفي عنا سيلما كم عدد المساطر هنا one two three four five six seven eight إذن إذن لدينا ثمانية مصاطر إثنتان لجيم و six for سيلما و ستة لسيلما إذن two rulers two rulers two rulers two rulers two rulers for سيلما for جيم و six لسيلما number two أيضا نفس التأمير لاحظوا أن هنا cryons cryons أقلام شمعي موجودة في هذه الكأس أو الذي يحتوي على هذه الأقلام كم واحد لدينا هنا على ما أعتقد عشرة one two three four five six seven eight nine ten إذن لدينا عشرة أقلام there are ten cryons لدينا عشرة أقلام تلوين شمعي three four أليج أو أليس لدينا ثلاثة لأليج three cryons for أليج five for بيل cryon ولدينا أيضا two for jack cryon four jack نعم هكذا نكون قد قمنا بحل هذا التمرين طبعا سهل جدا فقد تقوم بعد الأقلام وترى كل واحد كم قلم لديه طبعا كاتبين كم قلم لدى أليج وبيل و jack number four تمرين رقم أربعة listen and complete the sentences أصغي وأكمل الجمل ثم بعدها draw pictures بعدها رسم الصور طبعا لدينا هنا track nine المسار رقم 9 في هذا التمرين سنقوم بالاستماع إلى المقطع الصوتي مثلا يقول لي هنا there are there are pencils for bob لدينا مثلا عشرة أقلام لبوب أو خمسة أقلام لبوب طبعا هذا يعتمد على المقطع الصوتي وهنا يقول لي there are three erasers for bath لدينا مثلا أربع محايات لبث erasers محايات سنقوم بالاستماع وبعدها تقوم برسم أقلام الرصاص هنا والمحايات هنا number two سنستمع إلى المقطع الصوتي لنرى كم قلم لبوب وكم ممحات لبث سنستمع إلى المقطع الصوتي page 17 4 listen and complete the sentences then draw pictures 1 there are three pencils for bob 3 pencils إذن ثلاثة 2 there are two erasers for Beth two erasers for Beth إذن لدينا هنا three وهنا two ثلاثة أقلام رصاص و ممحات 2 ممحات عدد 2 لأن هنا two لأن هنا three وهنا two تقوم برسم أنت هنا ثلاثة أقلام أقلام رصاص على الكتاب وتقومون أيضاً برسم محايتين هنا في هذا الصندوق في هذا الصندوق وصلنا إلى الصفحة 17 نكتفي بهذا القدر من الدرس نلقاكم في دروس قادمة إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر